بدايات كثيرة بس عرحب بالأول بعد كده أقول لك البداية منور الدون يا كابتن أسامة حبيبا كيمو أخبرك إيه؟ الله الحمد لله أنا وكابتن أسامة في حس واحد كده عبدالله السعيد إيه عبدالله السعيد؟ طبيعي سألك عالزمالك والأهل والمباراة كلها بشكل عام ما سادق مع عبدالله السعيد يستاهل يعني لا ما تعني عبدالله السعيد لعيب في سن 39 سنة وبيعمل كل حاجة في الكورة إحنا تعودنا دايما على اللعيب الحريف يعني ده الراجل بيبضل إيه؟ يعدم من المدافعين يلعب على الوقت بصح حلوة يلعب لك لعبة حلوة إنما المعدلات اللي إحنا شفناها في لعيب زي عبدالله السعيد معدلات جاري بضع عبدالله السعيد ومعدلات إنه هو بيدافع إزاي؟ معاتيم نادي الزمالك بالشكل القوي ده؟ لأ حاجة بصراحة مكسب كبير جدا جدا للكره المصرية قبل نادي الزمالك مكذبش عليك أنا هو جاي نادي الزمالك قلت أخله هيلعب مع الزمالك ستة شهور وفي الأول والآخر برضو مش يقدر يلعب تسعين دقيقة وممكن الزمالك يستخدمه في بعض الأوقات يعني عبدالله سعيد كلمة كبيرة بس الراجل أساسي طول الوقت ممكن يلعب تسعين دقيقة بيدي مجهود عظيم مركزه كمان اللي بيلعب فيه اللقات إلا استعد الراجل بيلعبه ستة ولا تمانية مش اللقعة عشرة كده يلعب بصة وخلاص أنا مشوفش لعيب في السنة ده ممكن يعمل إمكانيات دي في المركز ده الراجل بيلعب في مركزين في سن تسعة وثلاثين سنة بيلعب والزمالك مع الكورة بيلعب في مركز الثمانية بيلعب أما زمالك يفقد القورة بقى هو أصبح رقم ستة صح عشان نبسط الموضوع للناس عبدالله سعيد حصت تسع التحامات ما بينه وبين لعيبة النادي الأهلي كسبهم في استخلاص خد سبع منهم سبع من تسعة استخلاص للكورة منهم واحدة لو الناس بس ترجع وتفتك اللقطة كانت ممكن تخلص على المباراة بصالح النادي الأهلي صح الديها 55 من الشرط الأول كانت فيه هجمة لنادي الزمالك من ضربة رقمية رجعت الكورة دي لحسين الشحات كان هيبقى انفراد بعواد من نص المنعب له لتدخل عبدالله سعيد صح تدخل عبدالله سعيد خده وخده كورة وطلعه بيه في القاوت ودرب سبرينت قوي جدا عشان ياخد حسين الشحات ويخرج بره صح لو حسين الشحات قدر انه هو يستخلص الكورة دي ويعدي من عبدالله سعيد كان هيبقى انفراد تام منه العواد وكانت ممكن ان النتيجة تبقى 2-0 مع انتهاء وكان في دقيقة 55 للراجل حسب 10 دقايق وقت بضل ضيع فكانت في اخر دقيقة في الوقت البضل الضيع قدر عبدالله سعيد ينقذ نادل زمالك من انفراد له حسين الشحات وهي حالك تشرحها بشكل اكتر بقى كمدرب يعني مثل مفهوم مثلا لعب زي دونجا ده لعب قوي هيخش يعمل تاكلينج هيدي كتفة لوح مطلع اللعيب بره دي شخص دي يعني ايه مقومات ويعني عبدالله سعيد حتى هو باستخلص الكورة هو لعب زي برضه مش بس في التحركات بتاعته ولا في الاماكن اللي بياخدها هو حتى باستخلص الكورة زي كي ازاي بيحط جسمه ازاي بيطلع الكورة وما عندهش القوة عبدالله سعيد يعني دي خبرات لعيب خبرات لعيب خبرات دولية وده اللعيب الدولي ازاي بيحل المواقف بابسط الحلول والطرق مش لازم استخدم القوة عشان استخلص لا بيقدر يحط جسمه بشكل كويس ازاي ياخد الرجل في ظهره ازاي يبقى هو حطت الكورة في استحوازه هو الشخصي قبل ما تبقى في استحواز اللعيب اللي معاك كورة فدي كلها حاجات خبرات بما فيهم يعني مثلا احنا بدي نكلم في دونجا تقريبا 28 سنة دونجا جالوا في المباراة ست التحامات خد منهم اتنين من الستة يعني فرق احنا بنتكلم والناحية التانية لعيبة النادي الاهلي في التحامات اقرم ولعيبة قوية جدا مقدرتش تستخلص الكورة زي عبدالله السعيد فنرجع نقول لا عبدالله اضافة كبيرة جدا للكورة المصرية وانا بطالب ان كابتن حسام حسن لازم يعيد النظر بشكل كبير جدا في التواجد عبدالله السعيد في الفترة القادمة لمنتخب مصر ان انت في احتياج نوعية اللعيب ده في الفترة القادمة دي في المستوى اللي الناس شافته فيه والكفاح اللي هو بيقديه لا حقه يكون موجود في منتخب مصر